اشتركوا في القناة الشخصية المنتجة اللي كلنا بنحلم بيها واللي كلنا بنحلم اننا نشوف اولادنا فيها الحقيقة فيه فكرة جميلة جدا وهو مشروع زريف جدا عن جدرية وهي جدرية دي تحديدا فكرتها لتوثيق ثورة 25 يناير والجميع في الموضوع ان اللي هيقوم بالجدرية دي مش فنانين او مش مهندسين او مش اي ناس يعني تقدر تعمل ده ولكن هم اطفال مشروع جميل جدا بيتكون تقريبا من 4000 طفل مزبوط 4000 طفل هنتكلم اكتر عنه بالتفصيل مع زوفنا النهاردة منورنا فيه نهارك سعيد الشاعر محمود سيف الدين صباح الخير واهلا بحضرتك معنا النهاردة والفنان تامر سعيد اهلا بيك ومنورنا فكرة حقيقة جميلة جدا من حقيقكم عليها يعني عايزة اعرف منكم الفكرة بقى بالتفصيل وجات لكم منه تفضل والله يعني انا افضل ان تامر يبدأ اتكلم عن الفكرة بما انه هو صاحب الفكرة اه تامر صاحب الفكرة اه يعني اتعمل لها ده هي الفكرة جات لي من خلال انا بقعد اتصفح الانترنت كتير اه وبحب اتابع الانشيطة المختلفة اللي بتتعمل الاطفال لان احنا بنشتغل في قصة خفة الطفل اه فبحاول ان انا تابع الجديد فوصلت الجدارية او لوحة فنية اكبر لوحة اسلامية في موصوع الجينيس اه فتابعت الورشة اللي تمت في اللوحة ديت هي اطفال من مدينة حاقل في الصعودية اه ابعادها كانت 320 متر تقريبا وشفت الورشة كانوا هم بنظرين سور لكل الورشة مراحلها كلها عجبتني الفكرة جدا بصراحة وليقيت ان احنا ممكن نعمل حاجة اكبر من كده نوصق بيها الثورة على مستوى الاطفال اه هي دي كانت بداية الفكرة بالنسبة لي تمام فبدأت ادرسها بقالي حوالي 4-5 شهور اه لحد ما وصلت ان انا يعني احط الفكرة الاساسية وكل الخطوات مراحلها يعني بشكل تخيولي او تصوري وقدمتها لمديرتي في القصر مدام سامية شبل رفعتها على مستوى رئيس الهيئة اه عجبته ورفحها على مستوى وزير الثقافة والفكرة عجبتهم يعني ودعموها وخدنا الموافقة المبدئية عليها وجاري بقى ان احنا بنتحرك تنفيذ المشروع بقى بالضبط جميل اه اه اربع تلاف طفل افتكر ان ده رقم كمان ضخم اه مين هم الاطفال وهتختروهم منين وازاي يعني هيشتركوا معاكم ازاي ولو في حد بيتفرج علينا دلوقتي يهموا انه ابنه او بنته يوصق اللي حصل في ثورة 25 يناير وحبب انه يوصلوك ويعمل ايه بالضبط يعني هو ده سؤال مهم جدا ومن ضمن يعني الحاجات اللي اتحطت في دراس الجدوة يعني لما وضعت دراس الجدوة بالنسبة للفكرة عشان تاخد خطوات كويسة وتتنفس بما بعد اه كان بشكل اساسي فكرة الطفل ونوعية الطفل اللي هيشارك اه كانت فيه اه اتحط فكرة ان لازم يكون فيه اختلاف نوعي في الاطفال اللي هيشاركوا في الجدرية اه هو العمل واحد اه وضخم واحنا بنهدف ان احنا نشارك به في موسع الجين زي ما تامر اشار من شوية اه الهدف فيه هدف ضمني بعيدا عن هدف الشكل الفني ان يبقى فيه شرائح مختلفة من الاطفال تشارك في هذا العمل بمعنى شرائح على مستوى المكان اماكن متبعدة من جميع انحاء مصر اه من كل المحافظات من كل المحافظات لان طفل الاقاليم يعني كان في الفترة اللي فاتت دي محروم من مشاركات عديدة جدا ودايما احنا عندنا المركزية كانت اشكالية فيه جزئية تانية اطفال الشوارع واطفال دور الايتام اضافة لاطفال المدارس لما يعني يشتركوا هؤلاء الاطفال جميعهم في عمل فن واحد فده بيعتبر هدف يعني كويس جدا واعتقد ان الهيئة قادرة انها تنفس ده مع بعض المؤسسات التانية لان الهيئة لها فروع في المحافظات وفي مواقع عديدة من الجمهورية ازاي هتجمعوا بقى الاطفال ازاي هتجمعوا الاطفال يعني عاملين مكان مثلا عاملين فيه اعلان بتنزلوا تختاروا الاطفال يعني الاطفال هتجلكوا ازاي او انتوا هتجمعوهم ازاي احنا عاملين اولا بنخطب مجاهات متعددة من ضمنها وزير التربية والتعليم ايوا ان احنا هيكون غالبا هيكون اكبر عدد من الاربع تلاف دول هيكون من القاهرة بحكم اقامة الورشة وان القاهرة هي العاصمة ايوا فاطفال المدارس هيشاركوا معانا بالنسبة كبيرة كزي الجمعيات اهلية اللي هم الايتام واحتاجات خاصة من المستوى القاهرة على مستوى الهاي احنا عندنا افرع ثقافية في كل محافظة في فرع هنستعين بالافرع داية ان هما يوفروننا متوسط يعني 40-50 طفل من كل محافظة لانه هيمنى في النهاية المشاركة الجماعية في المشروع ككل جميل لو في حد من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي حابب ان بنته او ابنه يشتركوا معاكوا او يكون واحد من الاربع تلاف طفل اللي هيعملوا جدارية لتوثيق ساورة 25 يناير هو في حاجة جميلة طبعا من ضمن المخاطبات اللي تمت عشان يعني نقدر نوفر الاطفال ان احنا بنخاطب جهات رسمية علشان توفر لنا برضاك وسائل نقل يعني لحظة لك كنت بقولي ان احنا هنجيب اطفال مثلا من الاقاليم البعيدة اه هيوصلولكم ازاي او من الشمال يعني احنا برضو بنخاطب مثلا هيئات زي هيئات النقل ولمحافظات القاهرة وكذا بحيث انهم يوفروا وسائل المواصلات في اليوم اللي هيتم فيه تنفيذ الجدارية اه وهيبقى بالتنصيق معهم بحيث ان الاطفال اللي هيتحددولهم اه توفر لهم الوسيلة دي ويقدروا يتحركوا فيما يخص اللي عايز يشارك فيما بعد احنا لنا يعني عملنا زي اكاونت او موقع للجدارية او جروب على صفحة الفيسبوك تمام بين الفيسبوك حاليا منتشر وخاصة شريحة الاطفال بتتعامل مع الفيسب بشكل كبير جدا الجروب بسيط جدا يعني بنفس عنوان الجدارية جدارية سنة اولى ثورة جدارية سنة اولى ثورة بالظبط حلم موسوع الجنس حلم موسوع الجنس اه ده عنوان طبعا وطبعا ليه طبعا ليه هدف يعني برضو نجمع الفكرة دي يعني يعني احنا تسمى جدارية سنة اولى ثورة ده المسمى الاولان لكن حطى جنبه هرم التاريخ الجديد على اساس انه يبقى فيه جيل جديد هيبدأ عمل فني يعني ضخم مع حدث جديد يعني فكرة حلوة جدا حقيقة طيب افتكر انه كمان مشروع سنة اولى ثورة دي حاجة ليه علاقة بالصور بتاعتكو او دي كان في البداية لما بدأت الفكرة كنت بتخيل هو انا عمليش داوة طبعا بالجانب الفني لان هيبقى فيه ناس مشتفين عليه لكن انا تخيلت الجدارية الالف متر هيبقى فيها ايه فقلت ان الاطفال هيوصقوا الثورة على جانبين الثقافي ان هما يكتبوا اهم الاحداث اللي حصلت وممكن في النهاية هنختار اهم اهم الاحداث ويعني يتم تجسدها بصورة تشكيلية من خلال الجدارية اعمارهم ايه الاطفال يعني المفروض انه هما يكونوا بيشتركوا معاكم في توثيق ثورة 25 يناير اعمارهم اعمار معينة ولا فتحين الموضوع من 10 سنوات لحد 16-17 سنة من 10 ل 16 بس فيه مرونة برضو بمعنى يعني احنا ما بدارش نحن احلم طفل احيانا فيه اطفال بيبقوا مثلا سابقين في الموهبة وبيبقى عنده الميول للنحية الفنية التشكيلية هيخضعوا لأي اختبارات هيبعش هتقدر تحدد الموهبة او تقدر تحدد ميولهم او تقدر تحدد اي حاجة مفيش اجمل من الموهبة الفطرية اعم يعني مفيش اي اختبارات جميل جدا افتكر انه كمان مشروع مهم زي ده او فكرة حلوة زي دي ولو احنا حلمنا ان احنا نوصل بيها لموسوع الجنس فابتكر انها اكيد كمان هتكون مكلفة مين بيرعى مشروع زي ده هل ابتدتوا تلقوا تدوروا على رعاء او سبونسرز للمشروع هل في تضامن مثلا او اشتراك من وزارة السياح اصري من وزارة الثقافة من تربية والتعليم يعني كلموني شوية عن هتصرفوا منينا عن المشروع طبعا هو المشروع مكلف جدا طبعا بما انه يعني بالضخمة دي فهو هتطلو تقدير مبدئي على مستوى الخمات يعني 300 الف جنيه يعني الخمات هتكون مكلفة كده وهو اكتر حاجة هتكلفة هي الخمات سواء الوان سواء المادة اللي هيتم الشغل عليها وهكذا يعني ممكن تكون في احتياجات سنوية ولكن التقدير العام هو 300 الف جنيه هو بس انا حابب اشير فيما يخص الرعاية اللي خلانا نقدم على المشروع ان فيه تجربة قبل كده يعني سابقة نفذها قطاع الفين التشكيلية وانتقلت بعد كده الهيئة العامة لخطور الثقافة كان ليه الشرف ان انا هكون مشارك فيها وهي اوتوبيس الفن الجميل يعني المشروع ده كان فكرته برضو ان احنا بنجيب اطفال من مواقع معينة ومع مشرفين وفنيين بيزوروا المواقع الثقافية ويبدأ الطفل ينفذ ورشة قدام المواقع دي سواء مثلا في الالعاء او في المتحف المصر وهكذا تمت مخاطبة الرعاة وفق وبالفعل يعني ولكن في مقابل ده احنا بنقدم للرعاة حاجة يعني الرعاة ده مش يعني مش مجرد ان هو هيجي يخدمنا كده هو ربما يكون عنده نفس الهدف ولكن برضو هو عايز يستفيد فيما يخص المؤسسة بتاعته او كده الجدارية حيبقالها مضوعات بامفلتات كتالوج ملفات صحفيها توزع باسناء التدشين الاعلامي احنا نقدر ان احنا نستوعب شعارات الرعاة في المضوعات بتاعتنا ونوزع لهم للجهات الاعلامية اضافة ان ان حدث نفسه هتشهده مواقع اعلامية عديدة هو يقدر يستغله ان هو يعلن لشركته من خلاله وانا نتصور ان ديجوز ايه مهمة اضافة الى ان فيه امكانية ان وسائل النقل اللي هتنقل الاطفال الى موقع الحدث سيبقى عليها الوجهات بتاعت كل الشركات اضافة الى ممكن اللي ممكن نتفق مع الرعاة اللي ممكن نتفق فيه مع الرعاة ممكن نقدموهم ايه وممكن يقدموهم ايه ده طبعا فيما بعد وبدأنا بالفعل نتحرك يعني ايه جميل ولقين اه بول يعني من الناس الناس اه برحابة بالفكرة والله هو كل الناس الاسف الان يقولوا لما 25 يناير يعد على خير لا هيعد على خير ان شاء الله هيعد على خير ويتحقق فيه كل اللي كان نفسنا يتحقق من السنة اللي فاتت انتم ما تحققش الجدارية هتتحط فين؟ الجدارية هتتحط فين احنا خطبنا محافظ القاهرة اه او يمكن كنا احنا هتحطوها فين وإيه المكان اللي انتو شايفين أنه ممكن يكون فيه إقبال من كل المصريين أو من كل الأطفال المصريين ومن كل الفئات عشان مشروعك ويوصل لكل الناس هو إن شاء الله إحنا اخترنا دار الأبرة المصرية لتنفيذ الورشة وخطبنا محافظة الكاهرة وإحنا بنتمنى أن يكون لها مكان في مدان التحرير لكن أنا كنت بدأت أن أشوف صعوبة أنا ما كنتش متخالي الحجم بتاعها لكن لما بدأت أحط أبعاده بالضبط لقيت أن حجمها هيبقى كبير فممكن يكون فيه صعوبة لمدان التحرير لكن هنتمنى من المحافظ أنه هو يحدد لنا لها مكان دائم في محيط الكاهرة الكبرى يعني الكاهرة كبيرة جدا وأعتقد أنه إحنا ممكن نقللها مكان مناسب الناس كلها تقدر تشوفها جميل جدا ودار الأبرة المصرية الحقيقة اختيار كمان موفق يعني لأنه كل الأعمار بتروح دار الأبرة المصرية وأحيانا كتابة يكون فيها عروض للأطفال عروض للكبار يعني كل الفئات بتروح الأبرة المصرية هو المكان مؤمن لكن فيما يخص المدان كمان تحديدا يعني لوحظنا على المستوى الاجتماعي أن المدان في الفترة الأخيرة كان هو المكان الأكثر زيارة من المجتمعات يعني في حد عنده فضول أن هو يشوف المدان وفي حد مثلا حابب أن هو يروح يشارك في التظاهرات اللي بتكون طول الوقت موجودة في المدان أنا بس كنت حابب أشير إلى فكرة أن المكان يعني أصص قفة الطفل اللي هو المكان الحقيقي اللي هينفذ الجدارية أو اللي هتخرج منه فكرة الجدارية بالفعل نفذ حاجات يعني نفذنا قبل كده جدريتين أو تلاتة تقريبا في المدان بالأطفال يعني احنا خدنا الأطفال وفي يوم تسعة مارس كان يوم الشهيد نفذوا جدارية وأثناء الاحتفال بثورة يولو وتحت عنوان مصر بين ثورتين راحوا نفذوا بالفعل الأطفال مع الأطفال نفذوا جدارية بس مصغرة يعني هي حاجة فكرة مصغرة بعدد يعني مصغر من الأطفال العدد ده لو كبر طبعا نقدر نعمل الجدارية دي مكان التنفيذ هيكون الأبرة لأنها مؤمنة على المستوى الجغرافي ثانيا هي المكان المناسب ثقافيا للتنفيذ بس لكن الجدارية نفسها إحنا بنأمل طبعا أنها تتحط في مدان التحرير يعني كشعار كمان هي فيها ميزة أن الأطفال مش هيوسقوا بس للثورة هو فيها جزء ارتجالي بعد أن الأطفال حيرسموا فيها حلمهم لبكرة على أساس أن احنا بنأمل طبعا في المستقبل من الثورة يعني احنا طبعا مش هنقدر ناخد مكاسب في الوقت الحالي ولكن هي ثورة مستمرة على جميع الأحوال لغاية ما يبقى عندنا نعمل الرضا يعني لأحلامنا وكده بالضبط الحقيقة وقت فيما بعد يعني ثورة 25 يناير السنة اللي فاتت كنا بنشوف كتير قوي من الفنانين الشباب ومن الأطفال اللي بيرسموا في الشوارع واللي بيرسموا على الحيطان واللي بينزلوا ينظفوا الشوارع وبيرسموا وبيعملوا اللوح كبيرة وشفنا مناظر جمالية جميلة جدا بس التنصيق كمان مهم يعني كمان مهم جدا أن احنا نعمل حاجات والفترة زي ما حدثتك كنت بتقول أحلى حاجة وبتطلع أحسن حاجة بس كمان التنصيق والشكل الجمالي مهم هتتدخلوا في ده في ألوان في أشكال في رسومات معينة في أي حاجة بتخص ده ولا هتسيبوها مفتوحة وزي ما تطلع هو يمكن احنا حددنا كمشرف فني في الجزء الفني دكتور طهل أوراني كمشرف عام على الموضوع واعتقد فيه مجموعة من الفنانين احنا نستعين كمان بكليات الفنون الجميلة أي طبعا والتلبرار الفنية هم فيهم حقيقة فنانين على مستوى الدكتورة وعلى مستوى الطلبة كمان احنا معرضين المشاركة لكل الناس اللي حب هيجي شاركنا هيكون ليه مكان وسطنا يعني ده هدف أساسي المشاركة كي لا تقدر تطلع عملوا جداري الكبار بقى كمان مش بس الأفقار ان شاء الله عشان كل الناس تشاهد ولكن الجانب الفني فعلا ليه الفنانين المشرفين عليه اللي أنا مش هو قدر تكلم فيه لأن أنا مش فنان الجزء الفني هم ممكن الفنانين يبقوا تكلموا عليه وهي نستقوم على الأطفال طب كلمنا شوي عن الجزء الفني هل هيتم تنسيق الألوان اللوحة الشكل يعني في حاجات كده كثير قوي بنشوفها حلوة بس أوقات بتبقى محتاجة بعض التنسيق هتتدخلوا في ده ولا هتسبوها للفترة زي ما كان بيقولنا في الأول طيب هو الجزء الفني ما بينفصلش يعني بدرجة كبيرة عن الجزء الفكري يعني هو الموضوع فيه جزء فكري سياسي تحديدا أكيد الأطفال في الفترة دي زي شرائح كتيرة من الناس برضو بيتسألوا حولين الأحداث في حيرة طول الوقت خاصة نحن يعني بنتعرض لده يعني في صدام ثقافي مع الطفل اللي هو بيتردد على أصل الطفل وبيبقى ليهم وجهة نظر حولين الأحداث قبل ده هيبقى فيه استعداد معهم من خلال لقاءات مع الأطفال ونعرف انطبعاتهم عن الثورة يعني مثلا فيه طفل بيقول الثورة مثلا أنتاجات الدم يعني هو من فترة ما شافش مظاهر دم حقيقية في الشارع أو يكد انها تكون قريبة منه فيه طفل آخر متابع من خلال محيط ما ان احنا كنا في عهد فساده يعني بنتطلع لكل ده هيبقى فيه انطباعات هيكونوها في البداية ويبدأ ننقل ده للجانب الفني من خلال الأحداث الكبرى اللي هم عارفينها واللي تابعوها من خلال الوسائة الإعلامية المختلفة وبعد كده هيبقى فيه فنانين هيحاولوا يبقى فيه تقريب لوجهات النظر مع الطفل بحيث ان في النهاية الطفل هو اللي هينفز يعني هتبقى فيه زي سكتشات تدريبية في البداية من الفنانين حوالين الفكرة دي وجهات النظر التقريبية زي ما اقول وبعد كده الطفل من خلال وعي هو هو اللي هيرتجل ويبدأ يعني ايه ينفز لكن زي ما بقول لحضرتك في البداية فيه جزء مهم ان فيه مساحة ارتجالية بحتة فيما يخص الحلم ده جزء مهم جدا يعني افتكر انه حلم الطفل اللي في المدرسة او افتكر انه حلم طفل اللي بيروح يزور اصر الثقافة بيروح يزور الابرة او حلم الطفل اللي بيروح النادي هيكون مختلف تماما عن حلم اطفال الشوارع افتكر ان ده هيعبر بطريقة او ده هيعبر بطريقة تانية خالص وصلكوا لاطفال الشوارع وانك تجمعوهم وانك تفصلو لهم يعني ايه الطفل اللي معاش طفلته اللي بيقف شارع عشان يبيعمل اديل عشان في الاخر ابوه اللي امه اللي خطفه من سنين ياخد الفلوس منه ده هيعبر بايه وده هيقول ايه وده هتتوصلوله ازاي وهتحتضنوه ازاي هو اولا من حق ان هو يعبر بحوليته طبعا طبعا ولكن انا حبها بس هضيف حاجة ان احنا من قبل الثورة واحنا بنتعامل مع الشرائح ديت هو ده دور اصف ثقافة الطفل عموما اطفال الشوارع وابتكت ده هو ده اكتر طفل شاف اللي حصل في الشارع وهو ده اكتر طفل هيقدر يوسق واكتر طفل هيقدر يعبر مزبوط طبعا واحنا بنتعامل مع شرائح طفل اطفال الشوارع من فترة من قبل الثورة وشرائح تانية زي الطفل العامل الاطفال اللي هما في طفلتهم وبشتغلوا في وراش كل دول هيبقى ليهم حق لان هما جزء وهما المستقبل كمان حقيقي فاحنا بنحاول بنقوم بالدور اللي استاذ محمود بيتكلم عليه ان احنا نتكلم معاهم والتوعية والمناقشات ديت احنا دايما الاطفال بتفاجئنا في الاصل مكان عامل يعني بحاجات كتير بتدهشنا فيه اطفال عندهم قدرات مختلفة متنوعة سواء في الجانب الأدبي الجانب الفني حقيقي عندهم قدرات يعني بتدهشنا كتير فقوات كتير تفتكروا هيبقى حلمه ايه طفل الشوارع الحلم اللي هيرسمه هو القهر واقع على طفل الشرعة اللي بالمناسبة مش دلوقتي يعني طفل الشرعة معارض للقهر من سنوات طويلة وبطبيعة الحال نفسيا بيبقى عنده عداء تجاه المجتمع يعني دايما بيفرغ طاقته في العداء لانه هو الشيء الوحيد اللي تعامل معاه في الحياة العداء وبيعتبرها حتى قيمة في هذا انا لو قدرت يعني لو احنا كجهة لو قدرنا او اي الجهات وبالمناسبة في مشاريع كتيرة تمت على طفل الشوارع انه هو يحول هذه الطاقة من طاقة عدائية الى طاقة خيرة فده شيء جميل جدا جميل ولكن تكوين الطفل بشكل عام هو ميال للألوان وميال للرش للإبداع كمان فمجرد الطفل مجرد انه هو يمسك كريشة ويبدأ يتعامل مع الألوان ده في حد ذاته نجاح بالمناسبة هيقدر يا بقى مع الى جانب بقى الحوار حوالين بقى الحدث نفسه هيبقى فيه يعني زي ضربنا عصفرين بحجر يعني هيقدرنا ان احنا نستوعب هذا الطفل ونحول هذه الطاقة لطاقة منتجة بالزبط وفي نفس الوقت نقدرنا نطلع وده طوله فرصة يعبر عن اللجواء يمكن في يوم من الأيام نقدر نساعدهم بقى طبعا ده لان الفن هو يعني اعظم الوسائط بالمناسبة انا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق في المشروع وان شاء الله يعدي اليوم بأمن ومشروعكم يكتمل يكتمل وتلقوا بقى الرعاة وان شاء الله نشوف بقى الجدارية في الأبرا ونصورها بشكركم مرسي وبتمنى لكم التوفيق موش هاتي نهارك سعيدة هنروح للفاصل ولسه مكملين معاكم فقاراتنا النهاردة مهمة ارجوكم خليكم معان